اشتركوا في القناة والغاز والدقيق والسلع الاستراتيجية واضاف ان هذه السلع تم توفيرها الى ما بعد عيد الفطر من جانبه اكد الناتق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية اللواء شرط عمر عبد الماجد في تصريح صحفي ان لجنة مكافحة التهريب ومراكبة السلع الاستراتيجية ومكافحة الاتجار غير المقنن بالنقد الاجنبي والتي شكلتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية من الاجهزة الامنية المختلفة بدأت في تنفيذ خطتها وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد السلعية المدعومة المهربة الى خارج البلاد متمثلة في السكر والدقيق والمواد البترولية وكشف عن ضبط الفرق التي شكلتها لحركة النقد الاجنبي غير المقنن وفتح بلاغات لكل المتعاملين في خارج الاطار المصرفي والقانوني واعلن تمكن اللجنة من ضبط اكثر من نصف مليون دولار ومبالغ كبيرة من العمولات الاخرى استعرضت عمل اللجان الفرعية واتخذت عدد من القرارات نوجز اهمها في اجازة اللايحة التنظيمية لأعمال اللجنة الغاء كافة الاعفاءات الجمركية كافة الاعفاءات الجمركية في سعي لزيادة ايرادات الدولة والجمارك مقارنة بنسبة الايرادات والضرائب وغيرها من الناتج القومي شددت حكومة الشمالية على الزامية حصر كل المنتج من محصول القمح هذا العام لصالح المخزون الاستراتيجي للبلاد واكد الوالي المكلف محمد الحسن السعوري خلال طوافع على عدد من المشاريع الزراعية وتدشين عمليات حصاد القمح اكد امكانية حكومته تنفيذ توجيه رئاسة مجلس الوزراء بتسليم القمح للبنك الزراعي توطئة لادخاله دائرة المخزون الاستراتيجي وبشر الوالي بانتاجية غير مسبوقة للقمح هذا العام واحذر في الوقت نفسه المنتجين والمزارعين والمواطنين بعدم بيع القمح لغير البنك الزراعي وعدم تعريض انفسهم للمساءلة القانونية وعدم جر الاقتصاد للانهيار وتراوح انتاج الفدان ما بين العشرين والثلاثين جوال فيما التزم المنتجون والمزارعون ببيع انتاجهم من القمح للبنك الزراعي توجيهات السيد رئيس الوزراء بان يتم تسليم المخزون الاستراتيجي من القمح للبنك الزراعي بالسعر الذي اعلن عبر الاليات التي اعلنته للمزارعين جميعا مشاريعا كبيرة وسقيرة نقول انه لا بد من ان يتم تسليم هذا القمح للبنك الزراعي خاصة واننا قد سهدنا هذه الايام ان هناك بعض ضعاف النفوس وبعض تجار الازمات يغومون باستلام القمح من المزارعين في حقولهم بسعر اعلى من السعر الذي اعلنته الدولة توقع مواطنون بولاية اليل الازرق ان تسهم القرارات الاخيرة للجنة الاقتصادية الى جانب تفعيل وتعميم مشروع السلعاتي في وضع حد لفوضى الاسعار بالاسواق للمواد الاستهلاكية مع بداية شهر رمضان وطالبوا بتفعيل قوانين وتوسيع الرقابة للسيطرة على جشع التجار وتحكمهم في السوق واسعار السلع والمواد التنوينية دون رقيب ولا تساؤل من السلطة كغيرها من المدن السودانية في شهر رمضان المعظم تعج اسواق مدينة الدمازين بالحركة والنشاط وفرة في كل شيء واسعار لا تعرف الاستقرار ولا الثبات ابسط المواطنين لا يستطيع شراء حاجياته اليومية ناهيك عن حاجياته في خلال شهر كامل ونحن نقبل علينا شهر رمضان السوق حقيقة ما في سيطرة على الاسعار بدليل انه سعر السكر الان بتلقاه عن ناس تزعين عن ناس خمسة وتمانين عن ناس آخرين تمانين هذا يعني انه لا توجد رقابة ولا في سيطرة على السوق بسرعة عامة ونفوض امرنا الى الله التجار مشاكوا من جشع عديل من الغفلة بتاعة الكورونا دي التجار مشاكوا من جشع يعني اي حاجة تمسكها يقول لك البضاعة الجبابة ايشنو البضاعة الجبابة ايشنو اي حاجة مرتفعة لما سكت الملابس برضا مرتفعة العدة مرتفعة والله المواطن تعبان تعبان بلا درجة غفة صراحة لسه على التغيير بتاع السورة في بعض الاشياء والبعض الاخر زي ما قالوا اي حاجة خطوة بخطوة ونحن مدينونا الزمن ومدينونا الزمن الكافي انه يصلحوا وزمن معاون لحد الان نحن صابرين وزمن معاون متعاملون في بيع السلع الاستهلاكية يحملون قطاعات النقل والشحن جزءا من المعاناة شوالي كبير بنبيعه بتلاتة وتنمية في السوق بثلاتة وتنمية وخمسة كيلوم مبيعه بتربعمية في السوق بثلاتة وتنمية وعشر كيلوم بثلاتة وتنمية والمشكلة في الترحيل المشكلة انه العربات كان من رحل بيع 10 وبيع 12 الحين بيع 55 وخمسة 48 وخمسين مليون الترحيل بس والعتالة تفعيل القوانين وعودة الجمعيات التعاونية الى جانبي ما توفق حوله من حلول على المستوى التنفيذي بشريات يجب أن ترى النور ما تم في الاتصادية العليا الطوارد الاتصادية العليا براسل النايب الأول من السيادة أنه وضع الغرارات وغوانين صارمة إذا تم تنفيذها حتما ستغير مجرى الأحداث في كافة الأسواق أيضا مبادر السلعة التي بشانها توزيع مجموعة من السلعة الاستلاكية بسعر المنتج أيضا تساعد في تخفيف العبار على المواطن ما بين انتظار لغد أكثر استقرارا وما وصف بفوضى الأسعار يترقب الجميع رياح التغيير لتعيد ترتيب الأوضاع عامر عمر عبدالله أشروق ولاية النيل الأزرق سوق الدمازين